أهلاً وسهلاً، تبدأ المدرسة في الثالث من أيلول. سيكون هذا العام مختلفاً بسبب كوفيد-19. الأباء يجب أن تقرر ما إذا كان الطلاب يذهبون إلى المدرسة شخصياً أو من خلال التعليم عن بعض. هذا الفيديو هو نظرة عامة على كيفية عمل المدارس وخطتنا للمساعدة في الحفاظ على سلامة الطلاب والموظفين بناءً على توجيهات من وزارة التعليم والصحة العامة في أوتوا. قبل القدوم إلى المدرسة، يجب على جميع الطلاب لتحقق من أعراض كوفيد-19. سواء جاء الطلاب بالحافلة أو مع أحد الوالدين، سيتم إنزالهم أمام المدرسة لتقليل المخاطر لن يسمح للأباء بالتواجد في ساحة المدرسة أو بالمدرسة. سيصطف الطلاب عند علامات معينة عند باب المدرسة. عند دخولهم المدرسة، سيقومون الطلاب بتطهير أيديهم ثم الذهاب مباشرة إلى الفصل. سيقومون بتعقيم أيديهم في كل مرة يدخلون أو يخرجون من الفصل الدراسي أو من المدرسة. تساعد إشارات الاتجاه في الممرات في الحفاظ على مسافة آمنة. بدلاً من استخدام الخزائن، سيحتفظ الطلاب بمعاطفهم وحقيبة ظهرهم وحقيبة الغداء في مكاتبهم أو في مكان عملهم المخصص. ستشمل تدبير السلامة في المدارس، فواصل زجاجية في المكتب وربما في مناطب أخرى، ومقاعد مخصصة ومعدات الحماية والوقاية الشخصية. سيطلب من الطلاب في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر ارتداء كمامات عندما يكونون في المدرسة. الطلاب دون الصف الرابع ليس ملزمين بوضع كمامات، ولكن يتم تجيعها. سيحضر الطلاب المرحلة الابتدائية المدرسة خمسة أيام في الأسبوع، وسيتم تدريس جميع المواد. سيبقون في نفس الفصل الدراسي طوال اليوم، بما في ذلك تناول الغداء. سيتناوب المعلمون بين الفصول الدراسية. سيتم تقييد الوصول إلى صالة الألعاب الريادية والمكتبة والأماكن العامة. التربية المدنية ستكون في الهواء للطلق. سيتابع أيضاً طلاب المرحلة الثانوية بروتوكولات سلامة كوفيد-19. على عكس طلاب المرحلة الابتدائية، لن يعود الطلاب في الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر إلى المدرسة خمسة أيام في الأسبوع. بدلاً من ذلك، سيتم تقسيم كل فصل الدراسي إلى قسمين. سيتم تقسيم كل دورة إلى مجموعتين. ستلتحق الفوج A بالمدرسة يومين في الأسبوع، وثلاثة أيام في الأسبوع التالي. ستقوم المجموعة B بالعكس، وسيبقى جميع الطلاب في الفصل لمدة خمسة أيام في فترة عشرة أيام. عندما لا يتواجدون في الفصل، سيعمل الطلاب من المنزل من خلال التعلم عبر الإنترنت والمخصص من قبل المعلم. سيكون لدى الطلاب التعلم عن بعد مجموعة من التعليمات المباشرة عبر الإنترنت، وأنشطة التعلم والمواد المنشورة التي تعطي معا المناهج الدراسية المطلوبة. ستبدو الأمور مختلفة، ولكن سيستمر تزويد الطلاب المحتاجين بوجبات الافطار والغداء السريعة. نتطلع إلى الترحيب بالطلاب والموظفين العائدين للمدرسة، للعائلات الذين اختاروا التعليم عن بعد. نحن نعمل على ضمان تجربة تعليمية عالية الجودة، كما هو الحال دائماً الأولوية هي سلامة ورفاهية طلابنا والموظفين. تابعوا التحديثات المرسلة بواسطة البريد الإلكتروني بمعلومات تفصيلية عن التعليم الخاص ورعاية الأطفال وخدمات النقل والمزيد.